خلال أسبوع واحد أصدرت المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي أحكام إعدام جماعية بحق 62 مواطناً وهي أحكام تشير إلى مدى وقوع جهاز القضاء في مجال سيطرة الميليشيات الحاكمة شمالاً وجنوباً الميليشيات الحاكمة بسلطة الأمر الواقع تستغل القضاء لملاحقة وإقصاء خصومها السياسيين والعسكريين والمدنيين حيث يتم تلفيق التهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم في محاكمات صورية تفتقر إلى أن معايير العدالة والنزاهة كما يتم استخدام القضاء لترهيب المجتمع وإسكاة الأصوات المعارضة حيث يتعرض النشطاء والمثقفون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال والمحاكمة بتهم يصفها المحامون بالملفقة والركيكة أبتكر الحوثيون أجهزة قضائية جديدة للمساعدة في التنكيل بالخصوم من جهة والإحكام السيطرة على الجهاز القضاء التقليدي من جهة أخرى حيث تم إنشاء جهاز تحت مسمى الحارس القضائي مهمته نهب أموال الخصوم كما تم إنشاء اللجان العدلية ومهمتها تفكيك ما تبقى من الجهاز القضاء المستقل وفرض رقابة على القضاء لدرجة تتجاوز سلوكهم المهني إلى فرض مشاركتهم في أنشطة الميليشيا ودعوة المحيطين بهم للانضمام الجبهات أو تمويلها ميليشيا المجلس الانتقالي عطلت العمل القضاء لمدة تقارب العام أو تزيد تكللت بصدور قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي تنطوي على تسليم كامل الجهاز القضاء في مناطق الحكومة الشرعية لصالح الانتقالي الأمر الذي بدأ اثماره تظهر على شكل قرارات اتهام وأحكام إعدام جماعية كلها موجهة لخصوم المجلس الانتقالي من رجال الحكومة الشرعية أو ضباط الجيش الأحكام الصادرة عن قضاء الميليشيا ستظل محل نقد من قبل رجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان الذين يؤكدون فقدانها لشرعية القانونية حيث يتم إصدارها من قبل قضاء غير مؤهلين يتم تعيينهم بشكل غير قانوني ويصدرون أحكامهم بناء على محاكمات لا تضمن أي مستوى من العدالة للضحايا وبالنظر إلى توقيت صدورها فإن من الواضح أن الميليشيات تعدها أدة ضغط وابتزاز سياسي الأمر الذي يفقدها مصداقيتها